هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي بالعالمين الجديدة وللمزيد حول ما جاء في المؤتمر وفي كلمة رئيس مجلس الوزراء ينضم إلينا من هناك مناسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود أرحب بك وضعنا في صورة أهم النقاط التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة اليوم بعد التحية كان هناك العديد من النقاط التي تحدث فيها دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في هذا المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ قليل وربما كانت بداية هذه النقاط بالطبع بالأوضاع الإقليمية المحيطة في المنطقة والتي تحدث فيها عن موقف مصر الثابت والدائم بإدانة كل الاعتداءات الموجودة في المنطقة سواء في لبنان أو حتى في فلسطين وأكد موقف مصر تجاه كل هذه القضايا وتطرق أيضا إلى نقطة هامة فيما يتعلق بالسياحة وجذب الاستثمار في القطاع السياحي ورغم أن هناك بعض التقارير التي تشير بانخفاض أعداد السائحين في بعض الدول في المنطقة بسبب الأوضاع الإقليمية إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تكون صامدة وتجذب أكبر عدد من السائحين وأكد على أن هناك تقارير أو بعض الاستثمارات لإنشاء ما يقرب أو أكثر من 200 ألف جرفة سياحية لاستقطاب أو استهداف ما يقرب من 30 مليون سائح خلال الفترة القادمة وأكد على أن هناك بعض الحوافز الاستثمارية في المدن السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين وأكد أن مصر تستطيع أن تجذب كل عدد كبير من السائحين رغم الظروف المحيطة في المنطقة وأكد أيضا أو تطرق دولة رئيس مجلس الوزراء إلى ما يتعلق في هذا الصدد أيضا بالانتهاء من افتتاح المتحف المصري الكبير وأكد أنه يتم الآن الاستعداد ووضع اللمسات النهائية والأخيرة لإفتتاح هذا المتحف ولكن ربما يتم تطوير كل المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير خاصة فيما يتعلق بالوجهات المباني في الطريق الدائري تمهيدا لإفتتاح المتحف في الوقت القريب تحدث أيضا دكتور مصطفى مدبولي عن مبادرة مئة يوم صحة وعن النجاح الذي حققته هذه المبادرة منذ انطلاق المرحلة الثانية التي انطلقت منذ شهر تقريبا من مدينة العالمين الجديدة وتحدث عن أن الخدمات تجاوزت الـ 45 مليون خدمة حتى هذه اللحظة في عدد كبير من المحافظات وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بهذه المبادرات ووجه الحكومة بالعمل على مثل هذه المبادرات المختلفة ثم أيضا تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسلع وأيضا توافر هذه السلع تحدث عن قريبا سيكون هناك افتتاح معرض الخاص بالمدارس أو أهل المدارس بالإضافة إلى إصدار توجيهات سيادته للحكومة أو تحديدا لوزير التنمية المحلية ووزير التضامن الاجتماعي بأن يكون هناك بعض المعارض الدائمة لعرض السلع بشكل دائم طوال العام وبأسعار مخفضة ثم تحدثها بالطبع عن الوضع الاقتصادي وأكد أن التقارير التي خرجت من صندوق النقد الدولي تشير إلى أن مصر نجحت في وضع الاقتصاد المصري على المصار الصحيح وأكد أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة في مصر وأن كل السنريهات موجودة فيما يتعلق طبعا بالتأثر بالأوضاع الإقليمية في المنطقة ولكن طمأن الدكتور مصطفى مدبولي الجميع بأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة إلى حد كبير وتحدث أيضا عن قطاع البترول والكهرباء وأكد أن هناك كان هناك اجتماع لوزير البترول مع الشركات المختلفة على مستوى الجمهورية ليكون هناك عدد من الحوافز المختلفة لزيادة الإنتاج وأكد أن هناك عدد كبير من الاحتياطات موجودة حتى هذه اللحظة الاحتياط الاستراتيجي والمخزون الاستراتيجي أيضا لمختلف السلع وتحدث أيضا عن أنه يتابع أزمة الدواء وأن هناك عدد كبير من الأدوية التي تم توفرها حتى هذه اللحظة إذن كان هناك رسائل كثيرة خلال هذا المؤتمر وأكد أيضا دولة رئيس مجلس الوزراء على أن الأولوية لإنتاج السلع أو التقليل من استعمال العملة الصعبة والعمل على زيادة الإنتاج وأيضا استخدام العملة المحلية وأن الأولويات الخاصة بالسلع المحلية أو تقليل فطورة الاستيراد هي على رأس أولويات الدولة والحكومة وموضوعات كثيرة اليوم فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وأيضا السياحي ولكن كان في مقدمة هذه أيضا النقاط والرسائل هو الوضع الاقتصادي والاطمئنان من حيث الوضع الاقتصادي وأن الحكومة تعمل على مواجهة كل الأزمات التي تطرأ نتيجة التأثر بالأوضاع الإقليمية المختلفة ولكن هناك مؤشرات إيجابية جدا فيما يتعلق بالوضع السياحي هنا في مصر خاصة في المدن السياحية الجديدة ووضع عدد من المستثمرين والاستثمارات المختلفة لجذب أكبر عدد من السائحين وتحدث أيضا فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين وتقديم كل التسهيلات المختلفة لوضع بعض الأراضي التي تعمل على توفير بعض المصانع أو حتى فرص العمل ويكون هناك أكبر إنتاج محلي موجود في مصر من قبل مشاريع المستثمرين في مختلف المناطق فإذن هي رسائل هامة اليوم لطمأنة المواطنين فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وأيضا في موقف مصر الثابت تجاه القضايا المختلفة في الإقليم وإدانة مصر لكل الاعتداءات المختلفة وضرورة نشر السلام في المنطقة هذه هي أهم الرسائل التي جاءت في المؤتمر الصحفي لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والآن عود عليكم مرة أخرى أشكرك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة موسيقى موسيقى